طبعا احنا صحينا الصبح لقينا وسائل التواصل الاجتماعي لازم على طول تروح عملالنا هوسة في أدمغتنا ونلاقي انه في قرار مفترض انه منشور في الجريدة الرسمية طبعا تلافين جريدة الرسمية لها الوقائع المصرية وبعدين صفحة كده وده بالمناسبة هنبقى لكم نعمل ايه في الحاجات اللي زي كده صفحة كده PDF محطوطة على واقع التواصل فيسبوك وغيرها ويقولك الجريدة الرسمية مش عارف القرار رقم كذا في العدد الصادر رقم كذا بتاريخ 5 يوليو 20-23 بانه خد بالك بقى بانه وزارة المالية ومصلحة الضرايب عملوا حظر لاستيراد 23 سلع طيب ايه الخطورة في شائعة او في خبر زي ده هتيجي تقولي ده خبر هقولك لا شائعة طبعا اقولك الخطورة في انه هتلاقي ان السلع مثلا اللي موجودة منها العربيات منها الاجهزة الكهربائية منها الشاي منها القهوة منها حاجات كتير كده طيب لما انا اقول ان في قرار حظر باستيراد هذه السلع ده معناها ان السلع دي فورا داخليا هتتخزن واسعارها تضرب السماء يبقى مين اللي بيستفيد اللي يستفيد حد عاوز الناس تتشحن غضبا وحد تاني عاوز يستفيد من مثل هذه الشائعات اول حاجة في الدنيا تعملها ايه لما انا لقي حاجة زي كده انا عملت القاتي وده بالمناسبة مش لان انا شائي وعفريته جايبت دي من ديره عشان دي شغلتي الصحافة اصلها انك تتحقق من معلومة او خبر نحقق الخبر طيب هنفترض ان ده خبر مش هقولك شيئا هفترض اروح اعمل ايه شايف كده اقول اه بيقولوا العدد الصادر رقم كذا القرار رقم كذا مكرر الصحيفة الرسمية بتاريخ كذا تروح حضرتك فتح الويب سايت بتاع الوقائع المصرية تخش تشوفه وفي حاجة منشورة كده الاجابة القاطعة لا مفيش دي اجابة قاطعة وانا بتكلم كده بعد اذنك ادخل على الويب سايت اكتب كده الوقائع الرسمية اروح فتح لك الويب سايت اول حاجة على جوجل اول حاجة خش وبص مش هتلاقي هذا القرار ادي واحد اتنين حظر استيراد سلع مش بتاع وزارة المالية ولا مصلحة الجمارك حظر استيراد سلع ده بتاع وزارة الصناعة والتجارة يبقى في واحد قرر انه يطلق هذه الشائعة وبنية شديدة السوق طب هو ليه لانه بيحط اي حاجة والسلام قاله قاعة رسمية العدد صادر رقم كذا مفيش عدد بالرقم ده في هذا التاريخ يعني عدد الوقائع الرسمية اللي صدر يوم 5 يوليو هو 145 مش 115 زي البوست اللي معمول انا بجيبلك بالارقام البوست اللي محطوط بالورقة اللي محطوطة دي مكتوب عليها العدد رقم 115 طب 5 يوليو العدد 145 ده كده بس صباح الفل اتنين مين الجهة اللي تقولنا نستورد ولا ما نستوردش الصناعة والتجارة مش المالية ومصلحة الجمارك فيهم تاني هنا بقى طيب نيجي بعد شوي نقول طب ما تيجي نرجع الموضوع لاصله هم بيقولوا ان المصلحة اللي قالت كده يبقى بنعمل ايه نرجع على طول مثلا من رئيس المصلحة ده لو انت خدت قرار مع نفسك ان انت مش عاوز تبص على انه هذا القرار بتاع وزارة الصناعة مع انه هو بتاع وزارة الصناعة يبقى ساعة تبتسأل المصلحة فيقولك المصلحة اول حاجة هتلاقي المصلحة هتيجي تقولك ايه والمناسبة الدكتور الشحات الغتوري رئيس المصلحة هيبقى موجود معانا على تليفون يعني خلال دقائق معدودة وهنسمع منه هو تحديدا ودي حاجة مهمة ان حضرتك تسمع من المسؤول المنسوب اليه هذا القرار طيب ومن ناحية تانية هتيجي تقولي يعني ما فيش قرارات صدرة من وزارة الصناعة والتجارة في عدد اليوم من الجريدة الرسمية اقولك فيه بهذا الموضوع لا ده في موضوع تاني خلص متعلق بالصناعات الهندسية وجودة وكفاءة ومعايير الجودة والكفاءة بتاعة المنتجات تتصادرها عن او المنتجة عن طريق صناعات الهندسية او العاملين بالصناعات الهندسية وما الى ذلك يبقى واحد اغلب الناس لم تتحقق من هذه الشائعة او هذا الخبر محدش كلف خطره انه يبص على الوقائع الرسمية الويبسايت الرسمي علشان يشوف اذا كان هذا القرار نزل ولا لا بصرف النظر نزل عن اني وزارة في الوجود اي وزارة في الوجود طيب تلاتة محدش فينا دقق في الارقام والتواريخ رقم العدد الصادر الموافق لتاريخ 5 يوليو 20-23 دي حاجات بسيطة جدا مرتاخدش مننا وقت يعني فعلا مش هزار هو اقل من 60 ثانية هتلاقي نفسك اتفرحت قدامك الوقائع الرسمية تقدر تحقق الخبر وتشوف اذا كانت موجودة ولا لا هادي الاخبار او هذا القرار او هذا القانون او هذا النص الى اخره وهين بتروح باصص على التاريخ من فوق هو الوقائع بتاعت النهاردة عددها رقم كام السؤال اللي بعده احنا بنشير على اساس الايه يعني ليه احنا بنشير على هذا الاساس دي بجماعة بدل المرة المرة المليون اللي بنتكلم فيه في هذا الموضوع لانه بيبقى فيه شيء بالنسبة لي صعب علي فاهمه بس يلاقي حاجة زي كده وتلاقيه يروح عامل ايه شير ليه فاهمي بيقول تصوري البسيط المتواضع بيقول ان انت طول الوقت عاوز تجري تاخد السابق علشان لما هتقعد بعد كده مع اصحابك في النادي ولا على القهوة ولا في اي حتة في الشغل الصبح ولا بعد الظهر تقول لهم اعلى فكرة انا كنت عارف القرار من بادري بدلنا اول واحد بعد تقولكو فانت عاوز تقول الكلمتين دول يعني في قعدة القهوة بتاعت الشغل الصبح كده وانت بتشربوا قهوة وتفتروا صندويتشات وبتاعهم ضيعوا وقتنا او انت عايز تقول ان انت بعالم ببواطن الامور ده بياخدني على نقطة تانية انا لو افترطت جدلا وده بالمناسبة القرار ده لا اساسة له من الصحة كل المنشور ده كاذب بالكلية لو افترطت جدلا انه ده حقيقي يعني هو ايه القصة الجديدة بتاعت ان الناس فرحانة في البقس يعني ده لو افترطت ان القرار ده حقيقي هو قرار كارسي طب انت بتبقى فرحانة لقلت ليه واحد معلقك كده مش قلتلكو شايف الاقتصاد بقى عامي شايف القرارات بقى ايه عام ان انت بتقوله ده ده مفترض ان انت تعمل العكس انك انت لأ يا جماعة استحالة ماينفعش يبقى في قرارات زي ده لا انا كده لا على بلدنا ده انا كده مش عارف اخاف من كذا يعني وتقعد تفكر في طرق اهل طرق انت هتتعامل ازاي مع حاجة زي من هذا النوع لكن اللي بيحصل هو العكس لو سالع سعارها زاد الان الناس عام تقوله اه دي يا سيدي اللي بيحصل ايه اه دي يا سيدي اللي بيحصل يا سيدي مين هو انت قعد في هولندا انت قعد في مصر انت متضرر من شيء ما فهرجعك تاني واحد القرار لا اساسة له من الصح اتنين المنشور اللي موجود كذب بالكلية وحاطت رقم للعدد غلط اصلا تلاتة لو ذات المالية ولا مصلحة الجمارك وليها اي علاقة بقرارات متعلقة بحظر استيراد اي سلعة في الدنيا اربعة بالمناسبة رئيس المصلحة في بعض المواقع كان ليه بعض التصرحات اللي بيشرح فيها انه ده ما حصلش ولا اساسة له من الصحة وهو بيقول واحنا مش جهة اختصاص اصلا عشان نطلع قرارات زي كده سؤال اخير مصحوب مش هقولك بعلامة الاستفاهم بعلامات التعجب ازاي تمشي ورا واحد دهول طيب